السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث الثانوي اهلا بكم يا ابطال اهلا بكم يا دكترة على قناة استوى الصابر بي برس في مادة اللغة العربية ان شاء الله بنحل كتاب الاضواء لعام الفين ثلاثة وعشرين الادب على مدرسة المهاجر اعود اوليكم بعد يعني حوالي شهر ما فيش تسجيل فيديوهات بسبب المرض اللي اصابهمي من نازلة برد جديدة بس برد من الظهر والعالم كان الفيروس المنتشر الحمد الله رب العالمين اه عدت اوليكم اصلا الله عز جل ان يجعل هذا في ميزان حسنتي عن المرض ويشفي كل مرضى المسلمين لكن يعني كل طالب بيشاهد القناة وبيستفيد منها هو ما بتشتركش في القناة خد بالك اشتراكك هو الدافع اليه على الاستمرار معك فياريت تشترك في القناة لما الفيديو عجبك ياريت ما تنساش تجوز لايك للفيديو عشان ينتشر اكتر ياريت تعاليك جميل كده علشان الفيديو ينتشر اكتر وانشر القناة ببنزمايلك تستفيد ازا كنت شايف المحتوى بتاعها مفيد واحدة بنحاول نخلي المحتوى مفيد لان احنا مش مجرد حل عندك نوزك الاجابة بنحاول او بحاول اوصل بيك لانت ازاي توصل للاجابة الصحيحة وتتمرن ازاي توصل الاجابة الصحيحة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم يلا يقول اليا ابو ماضي واليا ابو ماضي امير شعراء الرابطة القلمية اللي اتسست عام الف تسعمائة وعشرين في نيويورك مشي طبعا رائدها جبران وفيل اسفها مخايل نعمة يقول انت مثل من الثرى والثرى هو التراب انت مثلي ايسف انت مثلي من مكسورة من الثرى يعني خاطب اخي دفع الانسانية انت مثلي من التراب وإليه مشيء الثرى التراب والثري النجوم فلماذا يعني انت من التراب وعيد اليه فلماذا يا صاحب التيها والصد لتأيه في الدنيا وتصدق كنت طفلا كنت انت طفلا إذ كنت طفلا يعني انت كنت طفلا آخر وتغذو حين أغذو ولما تغذو يعني تصبح حين أصبح وشيخا تصبح شيخا حين ايه كبيرا أدرد ماشي انت بتصبح شيخ كبير وانا برضو بأصبح شيخ كبير يعني لست أدري من أين جئت ولا ما كنت أو ما أكون يا صاحب غد بولي دلل على السماء التي اتضحت في هذه الأبيات من سمات مدرسة المهاجر من حيث الموضوع نقولنا من أول مدرسة أبولو في سمات من حيث الموضوع وفي سمات من حيث الشكل فنركز في الموضوع ده كويس جدا طيب الدعوة إلى المحبة والتساند الاجتماعي والإيمان بنماء جوهر الإنسان والله هو في دعوة يوم بيقول له انت زي من الطراب وهتكبر زي فيعني ان احنا زي بعض فيكن بنا محبة وتساند الاجتماعي وهو عندهم إيمان بنماء جوهر الإنسان بس نشوف الإجابات دي تمشي الشعور بحنين جارف نحو وطنهم والله هم كان عندهم من سماتهم من حيث الموضوع عندهم شعور بحنين جارف للوطن بسبب انهم هجروا من الشام مساحيين هجروا مساحيين عرب بسبب بعض الظروف الصراع السياسي واحساسهم بالظلم طيب كان بيبحثوا عن الحرية وبحثوا عن الغنى ان يغربوا مشكلة الفقر طبعا هم قالوا ان كان فيه التهض مذهبي ليهم وفيه يعني ان هم متهدين في وطنهم طيب اصبع عندهم حانين للوطن لكن ما تجابش سرط الوطن احنا قلنا فيه دلالة لفظ وفيه دلالة معنى اسئلة الادب او اسئلة النصوص عمتان والقراءة خد بالك فيه لفظ يوديك للمعنى فيه معنى داخل الابيات يوديك للاختيار مفيش بتيجي بالاستبعاد طيب انا ما عنديش كلمات تدل على الشعور بالوطن التصادم مع الواقع المؤلم في الغربة ما جاب ليش سرط الغربة وبيتكلم على الاخو الانسان انت مثلي من التراب واليه تعود التشاؤم واليأس من العودة او ما كان عندهم حانين للوطن ما كانش عندهم تشاؤم من العودة للوطن يبقى انا عندي لما بقول انت مثلي من الثرى واليه فلماذا يا صاحب التهوة تصدوني يبقى بخطبه بقول له احنا زي بعض فيدعو الى المحبة سند الاجتماعي من مأجور الانسان وده نشأ عندهم يبقى لي جاب رقم الف نشأ عندهم طبعا هم كان عندهم نزعة كان عندهم نزعة روحية طيب النزعة الروحية اللي هي نتجت عن يعني التأمل الزائد تأمله في حقيقة الكون التأمل الزائد نتيجة هذا التأمل الزائد نشأت عندهم النزعة الروحية النزعة الروحية ادت لما وزنوا بين القيم النزعة الروحية الموجودة في الشرق والحياة المادية الموجودة في الغرب فأصبح عندهم من ضمن الحياة نتيجة النزعة الروحية إن دعوا إلى المحبة والتساند الاجتماعي والإيمان بنماء جوهر الإنسان قد يهي كنت طفلا إذ كنت طفلا وتأخذوا حين أخذوا شيخ نماء جوهر الإنسان واضح جدا جدا فالإجابة رقم ألف طيب رقم اثنين يقول إلي أبو ماضي إن نفسا لم يشرك الحب فيها هي نفس لم تدري ما معناه النفس اللي ما فيهاش حب للناس مش عارفة معنى النفس أنا بالحب قد وصلت إلى نفسي لما حبيت الناس وصلت إلى نفسي وبالحب قد عرفت الله عرفت رب العزال عن طريق الحب استنتج السماء التي اتضحت في هذين البيتين من سماء مدرسة المهاجر من حيث الموضوع طيب هل السمو إلى المثل العليا وجعل الحب وسيلة إلى سلام دائم والله أنا بالحب وصلت إلى نفسي إن نفسها لم يشرك الحب فيها ظهر دلالة اللفظة عليها هي بألف تمشي تعال نشوف الإجابات التانية برضو مش عايزين نتسرع فيه اختيار الشعور بحنين جرف إلى وطنهم والله ما جابش سرة الوطن خالص في الأبيات طيب التصادم مع الواقع المقلم في الغربة ما جابش نحية الغربة والآلم اللي في الغربة طيب هما طبعا كان عندهم يعني واقع أليم في الغربة لأنه لم يجدوا ما يبحثون عنه من من القيم من المثل العليا والغنى وأغلبهم ماته فقراء هما كل اللي وجدوا الحرية فيعني فالواقع كان مؤلم لكن ما فيش في الألفاظ ولا المعاني ما يدل على ذلك التشاؤم واليأس برضو احنا قلنا عندهم حنين جرف للوطن ازاي با عندهم تشاؤم ويأس من العودة هو اللي ظاهر في الأبيات لم يقول لي إن نفسها لم يشرك الحب فيها هي نفس هذه دلالة اللفظ رايحة عليها وجعل الحب وسيلة يا سلام دائم أنا بالحب وصلت للنفس وعرفت الله يبقى السموء للمسه للعليا اللي هو الحب يعني حب الناس وجعل الحب وسيلة يا سلام دائم وظهر جدا في الألفاظ يبقى لجابة رقم إيه رقم ألف ده سؤال واضح جدا جدا طيب يقول نسيب عريضة ونسيب عريضة برضو أحد شعراء الرابطة القلمية يبقى احنا عندنا إلياب وماضي ده أمير شعراء الرابطة القلمية ونسيب عريضة أحد شعراء فالغير دلوقتي الأبيات مشها مع شعراء الرابطة القلمية في نيويورك عام ١٢٩ أما العصبة الأندلوسية كانت في البرازيل عام ١٩٣ طبعا الرابطة القلمية جددت تجديد كان فيه صورة في التجديد أما العصبة الأندلوسية كان فيه توازن اللي تعملت في البرازيل عام ١٩٣ لأن أمريكا الجنوبية اللي هي في البرازيل يعني قريبة من الشرق في الحياة أيا من سناه السنة هو الضوء اختفى يعني من ضوء اختفى وراء حدود البشر وراء حدود البشر نسيتك يوم الصفاء فلا تنسني في القدر أنا نسيتك يما كنت صافي فأنت ما تنسنيش يعني وأنا في القدر القدر طبعا العقر اللي في الماء يعني في الحياة غير الصافية طبعا بين الصفاء والقدر فيه تباق الماء الصافي عكس الماء المتكدر حد ده السماء التي اتضحت فيها زين البيتين من حيث الموضوع برضو وعيث برضو من حيث من حيث الموضوع الدعوة إلى المحبة والإيمان بالأخوة الإنسانية والله ما هي ماشي أما يقوله آية من سناء واختفى الضوء بتاعه اختفى رأى حدود البشر أنت ضوءك مغطي البشرية أنا نسيتك في يوم الصفة وانت صافي فما تنسنيش ولا متعكدر متعكر والهموم معايا يعني يقوله لا تنسني طب المعنى هنا يدلين على إيه الإيمان بالأخوة الإنسانية الدعوة للمحبة ويقوله ما تنسنيش حتى لو ننسيتك طيب هنا ظهر جدا في دلالة المعنى في آلف لكن سيبنا الشعور بحين جارف إلى الوطن مفيش ما جاب سيرت الوطن والعودة للوطن التصادم مع الواقع المؤلم برضو ما جاتش التشاوم واليأس برضو ما جاتش يبقى أنا عندي الدعوة والمحبة إلى المحبة والإيمان بالأخوة الإنسانية ونماء جوهر الإنسان ونقولنا دي جات نتيجة التأمل الزائد فأدى إلى النزعة الروحية فمن ضمن النزعة الروحية بدعوة إلى المحبة والإيمان بالأخوة الإنسانية جبناها منين قال لي لما بيخاطب أخو في الإنسانية نسيتك فلا تنسني لا تنسني دي تقوله إيه على طول دعوة إلى المحبة والإيمان والتساند الاجتماعي والإيمان بالأخوة الإنسانية يقول الشاعر إلياس فرحاط إما إحنا كده أول شاعر ده في العصبة الأندلسية إلياس فرحاط من شعراء العصبة الأندلسية اللي كانت في البرازيل عام 1933 طيب قال إن وإن تكو الشام ديارنا الشام قلنا هم كانوا مسيحيين عرب يسكنون الشام ثم هجروا إلى الأمريكاتين بسبب الاضطهاب المذهبي والبحث عن الحرية والبحث عن الغنى اللي هي مشكلة الفقر دولة الثلاث أسباب اللي هجروا بسببهم قل إن تكن ديارنا الشام ديارنا فقلوبنا للعربي بالإجمال إحنا الشام بلدنا آه بس إحنا العرب قلوبنا متعلقة مش بالشام بس ده بكل البلاد العربية نهوى العراق بنحب العراق ورافديه رفديه طبعا نهر ديجل والفراط وما على أرض الجزيرة أرض الجزيرة العربية للسعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين من حصى ورمالي وإذا ذكرت لنا الكنان اللي هي مصر خلتنا نروي بساغني لها السلسالي ميز السمى التي تضحط من هذه الأبيات من سمات مدرسة المهجر من حيث الموضوع الدعوة إلى المحبة لا إحنا بقى ما يكلمش على المحبة الإنسانية لا لا هو بيكلم عن إيه؟ ده في شوقة هو للبلاد مش للشام بس لكل البلاد العربية وبيحبها وبيذكرها بلد بلد ذكر العراق ذكر الشام ذكر العراق ذكر أرض الجزيرة العربية ودي يجي خمس ست دول دول مجلس التعاون الخليجي وذكر مصر الشعور بجا حنين جارف نحو وطنيم الأم أطبعا ظهر جدا ايه؟ بدلالة الألفاظ عليها التصدق مع الواقع المؤنم مفيش تشاوم واليأس لا هو بيقول بأنه نهوى العراق وبيحب أرض الجزيرة ورمالها ولما يتذكر أرض الكنانة يتذكر النيل الذي يروي بمقاهي العزب الناس يبقى الإجابة رقم كام؟ رقم به الشعور بحنين جارف نحو وطنيم الأم من لفظة الشام قلوبنا للعرب بالإجمال حب العرب شعور أهو قلوبنا للعرب شعور بحنين نهوى العراق ورافديه وأرض الجزيرة فالإجابة رقم كام؟ رقم به نسبة وطحة جدا الأسئلة دي لما تيجي بالطرق دي كده دي بسهلة جدا لاختيار وأسئلة الأدب غالبا بيتيجي سهلة كده عشان تطمن أسئلة الأدب بس عايز بس أنت تحل علىها كتير كده وتشوف بنوصل إزاي بدلالة الألفاظ والمعاني بتتسرعش إقرأ اختياراتك كويس إقرأ ألبات كويس وشوف اللفظ اللي وديك لاختيار المعنى اللي وديك لاختيار مفيش يبقى هنجيب بالاستبعاد ورجع بقى إحنا بنحل بنحل إزاي يبقى لجابة رقم كام؟ رقم به رقم خمسة يقول إلياب وماضي قلنا ده أمير شعراء الرابطة القلمية وكتابي الفضاء أقرأ فيه أنا في الفضاء ده هو ياسع ده الكتاب بتاعي أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتاب وصلاة الذي تقول الصواق وغناء صوت الصبا في الغاب الصبا هو الريح الريح الخفيفة كده في الغاب وكؤوس الأوراق ألقت عليها الشمس ذوب النظار عند الغياب تعالي نشوف الألفاظ والإيه والمعاني تصرف الأبياد كيف تناول شعراء المهاجر الطبيعة هم تناولوا الطبيعة إزاي طبعا هم امتزجوا بالطبيعة وجعلوها حية متحركة طب شوف كتابي الفضاء الفضاء الوسع ده كتابي قد الطبيعة وهنا متحر أقرأ فيه صورا ما قرأتها صلاتي التي تقول الصواق صوت الصواق ده صلاتي غناء صوت الرياح في الغاب كؤوس الأوراق أوراق الأشجار ماشي ألقت عليها الشمس ذوب النظاري النظار كده والذوب اللي هو اختارات النادة كده عند الغياب عند غيابها أو ذوب النظاري اللي هو يعني شبيه عند غيابها بتكون شمس ذهبية شوية يعني فتلقى عليها كده ايه ذوب هذا النظار تظهر طب هلها بيتكلم كله الأبياد كلها حتى هو بلو في السؤال من ايه كيف صوروا الطبيعة والأبياد بتتكلم عن الطبيعة الفضاء والسواقي والصبا الرياح في الغاب والشمس يبقى أنا ما عنديش في الألفاظ أصلا الشعور تجاه بحنين جار في الوطن حتى لو ما قاليش نحن الطبيعة لو قال لي ايه السماء اللي ظهرة في الأبياد برضو أنا ما عنديش في الألفاظ والمعاني جعلتهم يتساون في اللغة ما فيش جسدوها واجعلوها حية ومتحركة استخداموا الرمز هم استخداموا الرمز بس هنا ما فيش رمز طيب يبقى هلإجابة رقم كام رقم جيم واضحة جدا معاك قال عليا أبو ماضي وظلت التينة الحمقى هنا كان بيرمز للإنسان بيرمز للإنسان البخيل طيب عارية كأنها وتدن في الأرض أو حجر ولم يتق صاحب البستان رؤيتها فاجدثتها فهوت في النار تستعر تينة مش عايزة تدحد نشي من ليس يسخو بما تسخو عرفنا انه رمز للسخاء والبخيل يعني كنسان كريم بما تسخو بيه الحياة فأنه أحمق بالحرص ينتحر بان السماء تظهر في المغالفة التجديد من هذه الأبيات من حيث اللغة بصر طبعا احنا اختلف مع الموزجة اللي جاب على طول يا إما نختلف مع السؤال من حيث اللغة يبقى اللي جاب رقمي به طيب هو لما حدلك بقى استخدام الرمز هنا في استخدام رمز هو رمز للبخيل بالتينة الحمقاء هروبا من الواقع بس من حيث اللغة يبقى احنا السماء اللي جت في الأبيات وخلص ماشي يبقى نشيل من حيث اللغة لو هنختار جي أما باستخدام اللغة هنختار به خلاص طب في استخدام رمز بس شيل اللي بقى من حيث اللغة سواء ده أو ده يعني قل لي سمة من حيث الشكل أو من حيث التجديد في البناء الفني يعني قل لي سمة من حيث الشكل وخلاص ونختار لك به زي ما انت عايز إنما انت حاطت السؤال كده يبقى التسهل في استخدام اللغة باستخدام الألفاظ الحقيقة طيب عايزينها بقى نمشي كده وهي فعلا المفروض دي تتشال يبقى أنا هختار جيم على أساس اللي أنا هشيل دي لو فضلت دي أختار به طيب على أساس اللي أنا هشيل واكتب هنا من حيث الشكل ركز معي وانت بتسمع فأختار معادي فهمت ولا لأ طيب قال لي يا أبو ماضي فأصغى إلى صوت الجداول جاريات في السحوف في السفوح السفوح السفح اللي هو بمكان المنخبض في الجبل عكس كمة الجبل السفح بأل أرض المستوي السهل واستنشق فصغي إلى صوت الجداول جاريات في السفوح واستنشق الأزهار في الجنات ما دام التفوح شوف ما دامت رائحة الأزهار اللي في الجنان وفي الحضائق ما دام رائحة التفوح وتمتعي بالشهب في الأفلاك ما دامت تلوح من قبل أن يأتي زمان قد ضبابي أو الدخان لا تبصرين به الغدير ولا يلذ به الحرير طيب استنتج من الأسطر السابقة ما يخالف مبادئ المدرسة طيب اللي يخالف مبادئ المدرسة قال للتصرف في الأوزان والله دي من مبادئهم وما عندهم تصرف في الأوزان طيب النزعة الروحية والله النزعة الروحية من مبادئهم يعني ده السؤال ده جي بالاستبعد على فكرة أو ده سؤال بالاستبعد ماشي سهولة اللغة من مبادئهم وما تسهلوا في اللغة يبقى التلاتة دول من مبادئهم يبقى تبقى ايه غلبة الزينية اللي هي رقمي به اللي هي موجودة عندي مين موجودة عندي الديوان إن هم اتفقوا مع الديوان في التجديد ولكنهم خلفوهم في غلبة الزينية فهم يعلوا العاطفة محلقة بتقول لي فين غلبة الزينية والله هنفترض وجود فأصغي إلى صوت الجداول جاريات بل الله سمعي صوت الجداول وهي بتجري استنشيق الأزهار في الجنات تمتعي بالشهب في الأفلاك الشهب اللي هي النجوم اللي في السم من قبل أن يأتي زمانهم قد ضباب أو الدخان يعني مولك بخاطب العقل أصغي واستمتعي لا تبصرين بيه الغدير ولز بيه الحرير يعني فيها شوية زهنية بسيطة ممكن تكون واضح هنفترض وجودها وده السؤال بقى اللي بيجي بالاستبعاد طب رشيد خوري أحد شعراء العزبة الأندلسية قال تالما زرتني إذا انتصف الليل بلبنان والأنام نيام الأنام الخلق خد بالك لفظة إيه؟ لبنان ليه بلدهم الأساسية الشام هم كان أساساً من لبنان يا نسيم المحيط ما هكذا في ساحل البحر عندنا الأنسان يقول له يا نسيم المحيط ما ده منتظو تاني مدا منتصف الليل بالبنان ما هكذا ساحل البحر عندنا الأنسان نسيم في لبنان يقول له لنسيم جميل طب هون لما يذكر لبنان تقول له ايه؟ طبعا إحنا قولنا من دمن السامة اللي عنده هه من حيث الموضوع الشعور بالحنين الجارف للوطن فلما يذكر ويتكلم عن نسيم لبنان وبيحن اليه. ويمدح. هل الدعوة للتسامح والتساند الاجتماعي? ما جاب ليش سنة الاخوة الانسانية والتساند الاجتماعي. دعوة للتسامح والتساند الاجتماعي دي. ليه الاخوة الانسانية وجوهر الانسان ويدعو للتسامح والحب والتعاون. مفيش في الالفظ كده خالص. التصادم مع الواقع المؤلم في الغربة. مفيش تصادم مع الواقع المؤلم في الغربة. الشعور اه طبعا. الشعور بحنين جارف نحو طانوم الام. والدليل دلالة اللفظ هنا واضحة لبنان المشاركة الوجدانية لمن حولهم لا لما يتكلم طالما زورتاني إذا انتصف الليل بلبنان يعني كتير أنت زورتاني أيها النسيم في نص الليل بلبنان والناس نايمة يا نسيم المحيط هكذا فعلت به ما هكذا في ساحل البحر عندنا الأنسام فهو بيتذكر النسيم في لبنان طيب يبقى الإجابة إيه جيم الشعور بحنين جارف نحو واضنين يقول إيه يا أبو ماضي إني مررت على الرياضي الحالي الرياضي يعني الحضائق خد بالك بقى من الألفاظ عشان إحنا دولنا دلالة لفظه دلالة معنى وسمعت أنغام الطيور الشادية ماشي طيب فطريبته سمع الطيور المغنية الشادي المغني فطريبته استمتع وسمع الطرب لكن لم يحب فؤادية فؤادية فؤادي لم يحبوا إيه ماشي هذه قطيوري أرضي قطيوري أرضي أو زوره بلادي آه بصي بقولك إيه أنا رحت على الحضائق الحالية الحالية دي يعني اللي هي فين آه اللي هي في أمريكا الشمالية في نيويورك شنو ما راحوا نيويورك أو في بقى وطبعا راح بلاد تانية ممكن بقى في أي بقى وسمعت عنغام الطيور الشادية المغنية فطريبته استمتعت لكن لم يحب فؤادية قلبي لم يحب هذي الرياض وأنغام الطيور كطيور أرضي أرضي اللي هي فين في لبنان في الشام أو ظهور بلادي آه ده عنده حب بقى الوطن وهو حنين للوطن أكبر ظاهر جدا اللي هي في كطيور أرضي لم يحبوا في قد هذي الطيور كطيور أرضي أو ظهور إيه أو ظهور بلادي فده بيودينا إيه طبعا قبل ما نشوف الاختيارات الشعور بحنين جاري في الوطن طيب الدعوة إلى المحبة والتسند الاجتماعي ما عنديش والله دعوة للمحبة والتسند الاجتماعي خالص تصدق مع الواقع ما عنديش تشاؤم واليأس ما فيش وما للشعور بحنين جاري في نحوطانهم الأم عرفناها من إزاي لما قال طريبته ولكن لكن الاستدراك لم يحبه فؤادي لم يحب قلبي فؤادية لم يحب قلبي هذه الطيور المغنية وهذه الريد كطيور أرضي وظهور بلادي ليه الحضائق اللي شافها في ايه الظهور في الحضائق وظهور بلادي يبقى جيب ودلالة الألفز تودك علىها على طول المعنى يقول إليا أبو ماضي وتينة غضت الأفنان باسقة طرية كده والأرصان بتاعتها طرية باسقة مرتفعة قالت لأترابها اللي شبهها يعني والصيف ويحتضر الصيف بينتاي بئس القضاء والذي في الأرض أوجدني لا ده قضاء اللي أنا كن موجودة في الأرض ده لا عند الجمال وغيري عنده النظر طيب بين السماء اللي تظهر المغالاة في التجديد من حيث اللغة أو تلاقي على طولها اختار ايه التساهل في اللغة استخدام اللغة اللغة الحية مش اللغة العامية اللغة الحية يعني اللغة المستخدمة قد تقول لغة عربية اللغة مستخدمة عكس اللغة العامية ماشي طيب انت عايز جيم ان دي بترمز للإنسان البخيل أو الرمز يبقى نشيل من حيث اللغة نفس اللي اخترنا هناك يعني عشان اختار جيم لا هشلي بقى من حيث استخدام اللغة اقول لي من حيث الشكل وخلاص ماشي عشان وتمشي ساعتها تكون ايه استخدام الرمز هروبا من الواقع لو ما استخداموا الرمز هروبا من الواقع يعبر بابا عن اي حاجة عن بخيل عن اي حاجة اه يبقى رمز يرمز لحاجة طبعا استخدام الرمز ده بيخلي الشعر مش مفهوم شوية خاصة عند الواقعية لما نروح لها لين انت المحتاج تفهم هنا بيرمز لإيد لما تقرأ الأبيات يا ترى كان يقصد الشعر ايه طبعا تعرف بقى من ايه قصرة قرار الشعر وكان بيقصد ايه وتقرأ القصيدة وممكن بسؤاله او اللي حواليه او بشرح النقاط من خلال فهمهم للرمز ده كان يرمز ليه بيخلي في صعوبة فهم مقصود الشعر يبقى انا كده عشان اخطار جيم لازم اشيل من حيث اللغة لاني ياريت ياريت ما تحط ليش بقى من حيث اللغة لحيث اللغة موجودة تسالف اللغة باستخدام الفوز الحقيق ماشي؟ طيب عايز تقول لي بقى استخدام الرمز شلي من حيث اللغة قل لي من حيث الشكل وخلص سما من حيث الشكل وسمى من حيث من حيث الموضوع عشان امشي وتمشى مع نموزج لجابة الجيم شلي دي يقول شكرا للجر رطي لي يا طير الحانك في هذه السفوح هو ذا الليل اي هو هذا الليل وقد اهرم يمشي كالكسيح الى اي مدى تؤكد هذي الاسطر كيف تناول الشعراء المهاجرة الطبيعة فيه احنا قلنا طبعا بتزجبه جعراء متحركة حية على طول لكن دعا نشوف الاختيارات شعره بحانين جارف باللعل كان متكلم على الطير اتكلم على الليل تكلم على الفجر والوادي والسفوح هل في كلمة وطن هنا وحانين للوطن احنا شوفنا حانين الوطن جاي ازاي بيذكر الوطن جعلوا ما تساونا في اللغة هو بولي الطبيعة ايه علاقتها باللغة اذابوا شعرا رقيقا يفيد بالحب والحنين ملاش علاقة باللغة اللي لا علاقة باللغة بالطبيعة اسف اللي لا علاقة بالطبيعة جعلها حية ومتحركة في صورهم يقول نسيب عريضة واذا شئت ان تسير وحيدا واذا ما اعترتك اعترتك عن اصابتك مني ملالة وملت مني فانضي لكن ستسمع صوتي عادي تسيبني ايها الانسان صارخا يا اخي بص بقى الاخوة يؤدي الرسالة وسيأتيك اين كنت صدى حبي انا افضل حبك فتدري جماله وجلاله السماع تضحة من حيث الموضوع الدعوة الى المحبة اه عرف ناس ازاي نعم ما قالوا لو انت عايز تعيش لوحدك ستصيب واصابتك مني ملالة وتبعد عني هتسمع صوته وبقول لي ايه وبقدر رسالة قولك انا بحبك اخي الانسان يبا دي صهرة جدا ايه صدى حبي ستصير وحيدا صارخا يا اخي وصدى حبي يعني لو مش عرفت تجيبها الاتنين دولار اللي واضحين طبعا ما عنديش شعور بحنين جارف للوطن ما عنديش تصادم ما عنديش تشاؤم ويأسي بل اجابة دي واضحة جدا من خلال دلالة الالفاظ اللي هي يا اخي وسيأتيك اين كنت صدى حبي ويا اخي انا بحبك يبا دعوة الى المحبة والتساند الاجتماعي طيب كده خلصنا تدرب وحن التدربات اختبر نفسك يقول جبران وده رائد الرابط القلمي جبران خليل جبران هو ذا الفجر فقومينا انصرف هو ذا الفجر فقومينا انصرف عن ديار ما لنا فيها صديق يلا نهاجر با يلا معسى يرجو نبات يختلف ظهرة عن كل ورد وشقيق بين السمى التي تظهر المغالاة في التجديد في هذين البيتين من حياة اللغة ده يبقى زارة ولا في التجديد يبقى ايه هل الاكثار من الكلمات التراثية طب الكلمات التراثية دي يعني ما مجددش في اللغة ده حافظ على التراث يعني من تراث كلمات التراثية كلمات القديمة ايه زي زي مطران مثلا حافظ على التراث يعني ما غالتش في التجديد والله العزبة الاندرسية اللي حافظت شوية لي من حيث اللغة التسهل في اللغة باستخدام الالفاظ الحية اه هي دي استعانى بالكلمات الرشيقة لأ اخد بالك كلمات الرشيقة ده عندي مين او هتنس عندي ابو له ماشي زي العروس والعيد يبقى التسهل في اللغة باستخدام الالفاظ الحية واضحة جدا والمقول لهو اذا الفجر تقولنا يعني اللغة حية مش شرط تكون عمية لا اللغة المستخدمة ده عكس اللغة العمية بقى هما طبعا عملوا الاتنين واللي يستخدم عمية اكتر الواقعية هو اذا الفجر فقومي نصارف عن ديار ما لنا فيها صديق ما عسى يرجو فلفز زهرة ورد شقيق لغة عربية ولكنها حية مستخدمة يقول نعمة قازان وهو احد شعراء العصب الاندلسية ايضا غريب اراني على ضفة انا شايف نفس على الضفة غريب كأني غيري كأني غيري على ضفتي كأنه انسان تاني على ضفتي ماشي فحتى السواقي اذا نغمت يعني غنت كأن السواقي بلا نغمت فلا احب سوى قريتي انا باب اسمع النغمات اللي بره في ارض المهاجر موسمون مدرس المهاجر لهم هجروا ولا اريد سوى امتي ما بحب سوى قريتي وسوى امتي بابا في حنين للايه للقرية للوطن الام ففيش دعوة للمحبة ما فيش تصدم مع الواقع ما فيش يأس في شعور وحنين جارف الوطنهم الام اعرف ناس زي دلالة اللفظ لا احب سوى قريتي لا اريد سوى امتي الامة العربية بتاعته فدولا رايحين على طول على ايه على جيم طيب يقول الياس فرحات وهو ايضا احد شعراء العصب الاندلوسية اللي تكونت في البرازيل الف تسعمائة تلاتة وتلاتين طيب نبيته باكواخ الكوخ بيت صغير كده من الطين او خلت من اناسها فرغت من ناسها وقام عليها البوم البوم يعني بأصبحت خراب طبعا في انطار البوم يبكي ويندب مفككة جدرانها وصقوفها يطل علينا النجم منها ويغربوا يستدلوا بهذين البيتين على نجاح شعراء المهاجر في تحقق اهدافهم لا احنا قلنا انهم اصلا لم يحققوا اهدافهم لم يجدوا الا الحرية لم يجدوا الا الحرية طيب ليه كان الاضطهاد الدين فالموسل العليا لم يجدوها الغنى لم يجدوا اغلبهم ماتوا فقراء فهم ما نجحوش اساسا كل هم الاوطانين بسبب الاضطهاد الذي يعانوا منه لا ده ما كان عندهم حب وحنين للوطن طيب اصرارهم على الهجرة وعدم الرجوع الاوطانين ما قال ليش هنا اصرار على الهجرة بص نبيته باكواخ انخلت من اناسيه وبيكلم لما هاجروا اصبحنا احنا قلنا لما لما هاجروا يا جماعة لم يجدوا للحرية ما وجدوش موسل العليا ما وجدوش الغنى فاغلبهم ماتوا فقراء فلما طبعا كان اغلبهم فقراء فالنبيت باكواخ خلت من اناسيه هم يعني حتى لم يندمجوا في الوطن الجديد وانسلخوا من القديم فاصبحوا كالمعلقين نبيت باكواخ خلت من اناسيه وقد قام عليها البوم يبكي ويندب يعني ندمنين ان هم بعد ما وصلوا مفككة شدرناسق وفيطل علينا النجم منها ويغرب اما ندمهم على هجراتهم هم مندموا على الهجرة اصبح عندهم حنين الوطن انهم لم يجدوا ما سافروا اليه يا جماعة لم يجدوا ما سافروا اليه الا الحرية فقط يقول اليه ابو ماضي امير شعراء اه الرابطة القلمية التي تكونت في نيويورك عام 1920 فكأنه الفنان يعرض عابثا اياته قدام من يتعلم الفنان بيعرض الرسمات بتاعته قدام من يتعلم بين السم إنتظر المغالب في التجديد من حيث استخدام اللغة هتقول لي طبعا التساهل في اللغة باستخدام اللغة الحية على طول تساهل في اللغة باستخدام اللغة الايه? باستخدام اللغة الحية مفيش كلمات تراثية غريبة قلنا تراثية دي يعني بحافظ عال كلمات التراثية هم جددوا هم تركوا التراث الجنود لالرمز ما عنديش رمز فيش تصرف وما كان عندهم تصرف طبعا دي من سماتهم برضو بس مش موجودة لكن دي بها مش من سماتهم خالص. ده هم جددوا. في الف. يقول اليا ابو ماضي عصر الاسة. طبعا عصر الاسة دي استعرم كنية شبه الاسة بانسان يعصر. عصر الاسة روحي. الحزن يعني عصر روحه فسالت ادموعا. روحه سالت. طبعا دي في صورة مركبة. بس احنا مش محل بلغة دلوقتي. اه شبه روحه بايه بالسائل يسيل. فشبه الاسة انسان يعصر. ماشي? فسالت ادموعا فلمحتها ولمستها في ادموعي. شفت روحي جوا دمعي. عدا بيتكلم عن نفسه. عارفين يعني استبطان النفس عند الا. قلنا بان احنا بنحل لما دي عند المهاجر هنشرحها. استبطان النفس ان الشاعر يتأمل نفسه ويبحث عما بداخلها ومشاعره ويشارك هغيره. فلما بيتكلم عن نفسه ويستطل نفسه فوجد ان الحزن عصر روحه من الداخل حتى اصبحت كالدموع السائلة فلمح نفسه وما بداخل نفسه من مشاعر واحسيس. واصبح يتأمل تأمل شديد ما بداخله وما في باطن نفسه ولمس ذلك في دموعه. هتقول لي على طول كده انت يا استيز بتقول لي استبطان النفس الانسانية اه. دي السمى اللي واضحة جدا في البيت. ما عنديش هنا نزعة روحية. ما عنديش حافلة شعرهم بالتأمل في حقاق الكون. هو عندهم تأمل بحقاق الكون الذي ادى الى ما اخد بالك لو دي صح. يبقى دي صح لان كسرة التأمل في حقاق الكون هي اللي اتي ادت الى النزعة الروحية. ما عنديش حنين جارف للوطن. هنا الايجابة رقم كان رقم الاف. استبطان الشاعر لنفسه. طيب. نمازج من امتحانات التجربية وامتحانات السنة العامة. قال فوزي المعلوف من شعراء المهاجر يخاطب نجمة عن كوكب. لا تخافي منه يخاطب النجمة بل النجمة لا تخافي من الكوكب. وخليه يعلو. خلي الكوكب يعلو عليك. فقريبا يهوى هيسقط صريع كفاحه. بين السمى التي تظهر المغالفة التجديد من حيث استخدام اللغة. طبعا تساهل في اللغة. ماشي? طيب. انا قتلك بحيث استخدام اللغة عشان كده ان اعترضت على الاجابات التانية وهتجد ان بقى نموزج الاجابة بيبدأ يمشي معنا في الحاجات دي. عشان في السؤال ان اعترضت عليهم للاستخدام الرمز ايه? 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 اختار الرمز ايه للاستخدام اللغة. يعني هو حتى فيه تناقض هنا في. ولما جي في الامتحان التجريبة هو اللغة الرسمية اعتبر كان الاجابة الف. الجنوح الى الرمز لا. استعنى بالكلمات الرشيقة قلنا الكلمات الرشيقة ده عند ابولو. اكسر من الكلمات التراصية دي ما عندهمش خالص اساسا. كلمات التراصية يعني كلمات قديمة. لغة عربية اصيلة. هم مجددوا. كان عندهم ثورة في التجديد. وتساهلوا في اللغة باستخدام الالفاظ الحية. قلنا الفاظ حية يعني مش عمية. ماشي? يعني لغة عربية بس مستخدمة. مش قديمة. مش تراصية. عكس التراصية القديمة. قال رشيد ايوب. رشيد ايوب رابطة قلمية. عكس نسب عرضة كان آآ اوفاز المعلوف اسف اللي جي في السهل اللي فات كان عصبة اندلسية. طيب رشيد ايوب ده رابطة قلبية. طيب يقول لي ان ده جي في السعنوية العامة دور تاني. الفين وماشي. ده اللي على السماء التي اتضحت في هذا البيت. نقرأ البيت ما قرأناهوش تذكرت اوطاني. بص الاوطاني. على طول ادي لالة اللفظ على شاطئ النهر. تذكر الوطن على شاطئ النهر فجي شلهيب. الشوق فاشتق اليه واصبح عاطفة جياشة ملتهبة في موضع السري في القلب يعني موضع السر دي كناية عن القلب. ماشي? يعني بتقول لي مسلا في البلاغة بتقول لي دي على طول دي ايه? كناية عن القلب عن موصوف يعني. اللي هو الايه? القلب. الدعوة الى المحبة وتسند الاجتماعي? ما فيش. ده بولت اذكرت اوطاني. الشعور بحنين جارف الى الوطن? اه رقم به. تصدم مع الواقع? مش موجودة. التشاوم واليأس? لا. يبقى. الشعور بحنين جارف نحو وطانهم اه الام. يبقى مخيال النعمة وده فيلسوف الرابطة القلمية. روحي وخلينا بالارضي. روحي وخلينا بالارضي. هو كان احنا حلينا بس كده ستة حلناها. اللي هو فوز المعلوف. قلونا ده جاي في الامتحان التجريبي. ماشي. طب رشيد ايوب ده جاي? اه ده جاي في السنوان العام علم علوم. قاسف ما جاش في الدور التاني. عشان افاكر برضو بقلت فين امتحان علم علوم. كان طبعا الاجابة كانت واضحة جدا. طيب ده امتحان الدور التاني. في الفين عشرين واحد وعشرين ماشي. روحي وخلينا بالارضي لهينا. مرعى امانينا في مرج. المرج المكان اللي فيه خضرة. المكان. الذي به خضرة وماء. اللي هي مروج. مرعى طبعا هترعى في مكان في خضرة وماء فهيرعى. بس يرعى الاماني طبعا استعارة مكنية شبها الاماني بانسان او بشيء باغنم طرعة. في مرج اوهام يعني المرج ده اوهام صراب مفيش مية حقيقية. روحي خلينا بالارضي لهينا. ماشي. تعال بقى نشوف. الى اي مدى جدة ده الشعراء المهاجر في شعرين من حيس اللغة. في ضاق فهم ما كان بقى. استخداموا الرمزة للخوف من الحديث الصريح دي مش من حيس اللغة. دي مش من حيس اللغة خالص. طيب امالوا الى اللغة الحية اه. والكلامة المعبرة استخداموا اللغة الحية. ماشي. فضلوا اللغة التراثية قلنا يا راجل دول جددوا. وده كانوا صورة في التجديد. انا حياتي مش شخصية. لغة التراثية اللغة القديمة انت حفظت معها بها خلص. عمدوا الى سهولة اسلوبهم ليرضوا ازواق قرئيم ولط. وما كانوا بيجددوا عشان هما مش عارو حليا كان عندهمش اتصال بالتراث اساسا. وما كانش عشان ارضاء زق القارئين. وما لاش علاقة اللغة ما لاش علاقة بالاسلوب. لا لعلقة باللغة خلص ماله الى اللغة وكان سؤال واضح وسهل والاجابة رقم به. كان الاسئلة صريحة جدا جدا في الامتحانات الرسمية عن مدرسة المهاجر. اظن كده خلصنا تدريبات مدرسة المهاجر لعام الفين ثلاثة وعشرين. ما تنساش اللايك الجميل والاشتراكك الجميل. وتعليقك الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.